مشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأسبوع شريعة ما زالت أجزاء كبيرة من محافظة أبيان بلا اتصالات أو كهرباء فيما لم يتم إعادة بناء ما دمرته تلك الحرب عندما يكتمع الإرهاب والتخريب تحتاج أياد الإصلاح إلى وقت وأي وقت كهذا الذي أطال انقطاع شبكة الاتصالات الأرضية في أجزاء واسعة من محافظة أبيان منها عاصمة المحافظة منذ أكثر من عامين وحتى اليوم أسوأ الحروب في نتائجها على المصالح الحيوية للمواطنين جرت في أبيان على البنية التحتية لشبكة الاتصالات هذه سوآت الأياد الثلاثة الإرهابية والمخربة والناهبة تروي تفاصلها الفرق الفنية المستمرة في إصلاح ما نهب ودمر وخرب من الأبراج والكابلات والألياف الضوئية والشبكة الداخلية نعيد أضرار ما تخلف بعد الحرب نحن الآن بإعادة الكابلات الرئيسية والألياف الضوئية اللي نقوم بأكمل وجه على عمل النساق ونحن إن شاء الله بالأمر القريب إن شاء الله أنه يتم الإعادة بإذن الله مشروع إعادة إعمار أبيان يجري بالاتصالات أرضية في مركز المحافظة ومنطقة الكود والمسيمير يعلق المواطنون هكذا لكن الجهات المختصة في الاتصالات تعد بإخراج المحافظة من عزلتها خلال الأشهر القادمة الثلاثة إلى الآن الاتصالات لا غير موجودة داخل مدينة سينكوبار والكود والمسيمير الآن نقوم بإعادة الشغل في الـ MDS سنترار أبيان ونقوم بإصراح ما تم تدبيره من قدار الحرب وإعادة الخطوط إلى المشتركين لأحسن ما يكون من أولا مهمة إعادة خدمة الإتصالات الأرضية لمحافظة أبيان تتعدى تعقيلاتها المبنى الرئيسي الذي دمر وتأهيل الألياف الضوئية والكابلات الرئيسية والفرعية والأبراج وشبكة الداخلية إلى تأهيل في الوعي عنده يتوقف العدوان محمد النقيب لبرنامج سد الأسبوع خمسة مليارات ومئتين واثنين مليون ريال هي تكلفة الخط دائري الغربي بمحافظة إبو الذي تم إقراره في العيد السابع عشر للوحدة إلا أن المشروع لم يستكمل وظل متعثرا رغم أهميته ليتحول إلى مقلب للنفايات ليس هذا المكان مكان معد كمقلب لنفايات وحفريات البنها بل هو شارع استراتيجي تكلفته تزيد على الخمسة مليارات ريال لكنه كمشاريع كثيرة توقف العمل فيه وطالت يد العبث والإهمال شارع الدائري الغربي بمحافظة إبو شارع تم شقه ليساهم في تخفيف الإزدحام داخل مركز المحافظة التي تربط عدة محافظات ببعضها لكنه تحول إلى عبء يثقل كاهلة من يضطرون المرور في هروب من الإزدحام بفعل عوامل التعري الطبيعية والعوامل البشرية المتمثلة في تحول الشارع إلى مقلب للنفايات إضافة إلى عمليات السطو والبناء في ظل صمت الجهة المختصة إزاء هذا العبث الذي يضع المليارات في مهب الريح بالنسبة للقيمة العقد المشروع كامل 5 مليار و202 مليون إجمالي ما تم صرف حتى تاريخه 3 مليار و203 مليون إجمالي قيمة الأعمال المنجزة التي أنجزها المقاول 3 مليار و477 مليون الطريق طبعا منهار من هنا زي ما أنتم شايفين اللمبات الأعمدة الإنارات طبعا نحن نهرب من الزحام من وسط المدينة عشان الزحام يمر على هذا الطريق طبعا دمار على المركبات حتى أعملت الإنارة هذه والتي وضعت باكرا لطريق لم يكتمل لم تسلم من العبث والنهبي والحفر لكابلتها وعوازلها الأرثية بالنسبة للمشروع الدائري السحول هذا اللي فيها الإنارة لحد الآن الشركة المنفذة لم تسلمنا السلام نهائي طبعا لحداثة الأخيرة حداثة 2011 تم سرق الكابلات المحولات يعني تم تعطيل شبكة الإنارة يعني بشكل كل محافظة إبكان فيها هذا الشارع الدائري الغربي الذي يربط المؤدي من السحول إلى شبان هذا الشارع من العام 2007 كان يفترض أن قد انتهى في عام 2008 وللآن أصبحت الشوارع محفرة وهذا الشارع الذي كان يفترض أن يمتص الزحمة السلطة المحلية التي على الطلاع كامل بهذا المشروع منذ بدايته والذي توقف بعد أشهر من احتفالات المحافظة بالعيد السابع عشر لعادة تحقيق الوحدة اليمنية تخلي مسؤوليتها للمشروع وتحمل وزارة الأشغال المسؤولية كاملة توقف المشروع بعد العيد السابع عشر بستة أشهر من ذلك التاريخ والآن عبارة عن مفاوضة ما بين الشركة المنفذة وزارة الأشغال محاضر لم تنفذ أنا أعتقد بحاجة إلى خطوة شجعة من وزارة الأشغال إما عبر هذه الشركة المنفذة أو عبر إعلان المشروع بمناقصة سريعة نحن لكسلطة المحلية بأن نعاني الأمرين من خلال الاعتداءات المستبرة في التصاميم هناك أخطأ لأنه بداية تجمع سيول كان زفلة 2 كيلو فقط 2 كيلو فقط وتم إنجاز 60% من أعمال الشك بالنسبة للجزء الأول مشاريع تكلف مليارات الريالات تطالها العشوائية في التخطيط مما يؤدي إلى انهيار المشروع قبل اكتماله لبرنامج صد الأسبوع حننتهى لوضي محافظة إيب يمثل سد مارب أحد المشاريع العملاقة والذي بني على أنقاذ سد مارب القديم حيث كان مزارا ومقصدا سياحيا لكنه لم يعود اليوم كذلك نتيجة غياب معظم الخدمات في هذه الرقعة من الدنيا وتحديدا في بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد كان يوجد سد مارب العظيم والذي بناه السبائيون وقد كان هذا السد بمثابة معجزة هندسية لتاريخ شبه الجزيرة العربية حيث تمكن هذا السد من حصر مياه الأمطار بعد أن زود بثقوب تسمح بالتحكم في المياه وقد تم إنشاؤه بواسطة صخور الجبال التي نحتت بشكل دقيق يدل على عظمة وعبقرية الإنسان اليمني منذ القدم جر إليه سيول معدة محافظات فكانت هذه موقع السد قديما وحديثا هو منطقة تجمع السيول طبعا كان هناك إبداع في البناء المعماري لسد مارب من خلال فن العمارة التي اتخذوه سابقا قديما في ظل عدم وجود العلات الحديثة التي وجدت اليوم ترى أن بناءهم لا زال قائما إلى العالم متماسكا لأن لديهم في المعماري غير قديم لكن ذو فن حديث جدا على أنقاض السد القديم بني هذا السد الحديث والذي تم افتتاحه عام 86 تسعمائة وألف وهو بالرغم من كونه أصغر حجما إلا أنه يعد مشروعا ومنجزا عملاقا لا يقل شأنه عن سابقه من حيث الجمال والإبداع ولكنه يعاني اليوم وبالرغم من كونه معلما تاريخيا من غياب معظم الخدمات كالقوارب التي كانت موجودة في السابق ومن ثم اختفت وغيرها من عوامل الجذب السياحية لا توجد استراحات لا توجد أي اهتمامات لا من قبل دولة لا توجد دولة مياه لا توجد التاء يعني بوفية لا توجد قوارب لا توجد يعني محل للإستراحة ونقافة إنما يظلون تحت الصخور لم نتمكن من الوصول إلى المعنيين في مبنى المحافظة بمأرب لطرح معاناة الزائرين نظرا لعدم وجود المحافظ في حينها كذلك عدم استقبال وكيلها الموجود لنا بعد منعنا من قبل حراسة البوابة بحجة التنسيق الذي دام لأكثر من ساعة دون جدوى وحال دون دخولنا وهو ما يدل على التقصير والإهمال الكبيرين لصرح شامخ كسد مأرب العظيم والذي لا يحتاج سوى إلى القليل من الاهتمام محمد البطاح لبرنامج صدى الأسبوع أهلا بكم من جديد في ظل الوضع الأمني الذي تعيشه محافظة حضرموت وما تعانيه من انفلات أمني عقدت قبائل حضرموت مؤتمرا ضم ما يقارب عشرين ألف شخصية قبلية وسياسية ودينية ناقش فيه المؤتمرون الاختلالات الأمنية والحوادث التي تحدث في حضرموت حضرموت الخير والسلام والأمان والاستثمار كل تلك الصفات لم تعد اليوم ترسم على لوحة الخير في حضرموت وربما أريد لها أن تكون كذلك وبإرادة آخرين فمنذ عام 2011 الميلاد وإلى اليوم أصبحت حضرموت مسرحا لكل جرائم القتل والخوف والرعب والدمار ففيها تم التصفيات لقادة عسكريين وأمنيين وفي سمائها تحلق وبكثافة طائرات بدون طيار وفي جبالها تتم مطاردة من يوصفون بتنظيم القاعدة وعلى ترابها يقتل مشائخها وأحيانها وأمور غريبة عجيبة طرأت على الوادي وطرأت على حضرموت ما كانت تعرفها حضرموت يريدون أن يصفون بالإرهابيين وبالتفجيريين وبي 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 وبأننا نتناسب مع الأفكار الشاذة لا نحن أهل الأمانة أخيرا ولتدارك أمور حضرموت وحماية أمرها عقد مؤتمر حلف قبائل حضرموت بوادي نحب غيل بن يمين في العاشر من ديسمبر حيث مسقط رأس الشهيد سعد بن حبريش المؤتمر ضم ممثلين من كافة قبائل حضرموت للأسف الشديد اغتيل مشائح واغتيل رموز واغتيل الضباط وأصبحت حضرموت مسرح للجريمة ومسرح للانتقامات ومسرح للاعتداءات ونحن ولم يجتمع عشرة لأناقشوا ذلك ووالله إنهم لم يختلفوا على وحدة ولا على انفصال يأمل المجتمعون هنا أن يثمر هذا المؤتمر ويخرج بقرارات تصب في مصلحة حضرموت واستقرار الأمن فيها علينا أن نخرج من هذا اللقاء بحلف عام ليكن حلف قبائل حضرموت النواه الأولى له لكن يجب أن يتوسع ويجب أن يشمل الجميع وفي المؤتمر ألقيت العديد من الكلمات والخطابات لكافة التيارات المشاركة وفتح المجال لطرح الرؤى والأفكار ولمعالجة قضايا حضرموت كما يسعدني أن نشارككم أن نشارك هذا الجمع المهيب الذي سيعزز وحدة أبناء الجنوب والتعاون واللقاء والمستمر ما فيه خدمة الوطن والمواطن وسنرسل رسالة لمن يقول لنا بأننا أهل تفجير أو عندنا نية للأجانب في الشركات النفطية أن نستهدفهم نقول لهم سنفوت عليكم الفرصة فنحن لسنا بهذا المستوى ويا من تخدمون في الشركات النفطية من أجانب خذوا رسالة تطمين ختام المؤتمر أصدر بيان ختامي تضمن مجموعة من النقاط التي تدين القتل واستهداف المواطنين ودعوة الجميع لهبة شعبية عامة يخرج فيها أبناء حضر موت مطالبين بحقوقهم وبدون رفع أي شعارات سياسية أو حزبية سوى حقوق حضر موت في بادرة إنسانية من نادي السقر الرياضي الثقافي في محافظة تعز قام أعضاء النادي وجهازه الإداري أواخر الأسبوع الماضي بزيارة لجرح الحادث الذي استهدف مجمع العرض بالعاصمة صنعاء موقف قوبلا بالكثير من التقدير للدور الإنساني الذي قام به لاعبو النادي وجهازه الفني والإداري تلك الفاجعة والدماء والأشلاء من حركت المشاعر وجاءت بهؤلاء إلى المستشفى العسكري لتخفيف آلام من نجوا من حادثة مجمع الدفاع الأسبوع الماضي هم بذلك أول جهة رياضية شبابية تقدم الدعم والمساندة للجرحة طبعا بعد الحادث الذي حصل بوزارة الدفاع تأثر جميع اليمنيين أعتقد والرياضيين بشكل خاص ومبادرة طبعا من كبار المسؤولين عندنا في النادي نحن نلتفت واللاعبين أيضا نحن نلتفت للقانب الإنساني نلتفت أيضا لقانب الإعلام للحادثة بشكل عام اليمنين وبشكل خاص الرياضيين فبدأت المبادرة بعد الشكل والله كحسين يعني أننا طيناهم شيئا من البهجة والسرور حتى لو كجانب معنوي فقط أما أنه كجانب الذي حصله ما يسعنا إدعاء لهم إدارة ولاعبين دي الصقر الحالمي جاءوا من تعز يحملون الورود لينشرون قيام التسامح بدلا عن العنف والدعم المعنوي لجرحاهم بأمس الحاجة لمن يلتفت إليهم دخلتي ودخلة فريق الصقر ودخلة إدارة الصقر على المواطنين المصابين كان لا تغيير كامل أنا بتهيألي أنها درجة الشفاء أكتر مما يعالج طبيا لذلك أنا بادعو كل الناس وكل المجتمعات وكل المؤسسات أنها تحس بأبنائها المصابين بأبهاتها المصابين بإخوانهم المصابين بمصاب اليمن ويقدم لهم يد العطف والحنان والحب والنظرة الجميلة والابتسامة اللي تساعدهم على الشفاء والعودة للعمل إن شاء الله شعور لا يصف يعني تخنى البهجة والسرور إلى وجوههم وقلوبهم وذلك يعني بادرة خير مننا ليست العبرة من هذه الزيارة تقديم مبلغ بسيط من المال أو وردة تفرح بها قلوبا مكلومة بل الأهم رسالة التألف الاجتماعي التي حملتها زيارة نادي الصقر للجرحة في المستشفى العسكري بصنعاه محمود الحميدي صدى الأسبوع